وقع العاهل المغربي في مدينة العيون بالصحاء الغربية على خمسة اتفاقيات لتقديم الدعم المالي للأقاليم الصحاوية بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليار درهم أي نحو 7.7 مليار دولار وقالت الحكومة المغربية إن الدعم يهدف لحماية الثروات المائية والبحرية والنهوض بالطاقات المتجددة وحماية الأنظمة الطبيعية والتنوع البيئي وتقوية شبكات الطرق بين الأقاليم اشتركوا في القناة